تعددت صور تجاوزات المرشحين لرئاسة خلال الحملات الانتخابية ربما كان أبرزها مخالفة أثارت الجدل بين أوصات الحقوقيين تتعلق باستغلال الصغار في السباق الرئاسي الواقعة ضبطها مراقب الهيئة الفرعية للانتخابات في ولاية الكاف شمال غرب تونس أثناء نشاط انتخابي لما نطبق مجلة حماية الطفل ولما نعلم المخالف المترشع المخالف لما تتكرر هذه المخالفة فإنه يصبح تحت قانون الجزائي فإنه ربما تصل العقوبة الجزائية لحت السجن إذا ما تكرر هذه المخالف تجاوز دفع القضاء التونسي لإصدار قرار فوري يمنع توظيف الأطفال في الدعاية الانتخابية الرئاسية والتشريعية بأي شكل ويجعل مرتكبه محل تتبع عدلي قرار وجد ترحيبا من الجهات المسؤولة عن حماية حقوق الطفل حتى تستصدر على الأقل ما يمكن أن لا يشرك الأطفال في هذه الحملات بما يمكن أن يمس من سلامتهم وكذلك من حق المشاركة لكن الإجراءات الأخيرة لم تبدد قلق الشارع التونسي على أبنائه حزاب الكل كل مرة يجيك حزب يفرض في نفسه وكل مرة يجي حزب يستغلوا في الأطفال صغار ما يدريش ما يعرفش على حد شيء مثل في البتديئي والأخر صغير يجي يعطيه كاسكيت كما ولدي ولا حاج يجي يعطيه كاسكيت يتبع الحزب يستغلوا أطفال معناه يحبوا أكل التعبئة بلايس نقوله نحن فيرغة يستغلوا فيرغة كوم ديكور هيئة الانتخابات المعنية بمراقبة سير العملية تقول إن المخالفات المرصودة حتى الآن يتم التعامل معها وفق القانون الانتخابي حتى لا تؤثر على سير أو نزاهة النتائج بعد صدور قرار قضائي يمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية يأمل الحقوقيون الالتزام بعدم تكرار هذه التجاوزات والنأي باستغار عن التجاذبات السياسية للحفاظ على سلامتهم البدنية والمعنوية وحمايتهم من أي محاولات لطوريتهم في دهاليز السياسة رفيد ياسين العربية من ولاية الكاف تونس